شفنا مع بعض الشكل الحقيقي لفيروس كورونا الجديد كان على يمين الصورة وعلى يسار الصورة السابقة كان يوجد خلية وعدد كبير من الفيروسات بعد ما دخلت الخلية ونمت وتكاثرت طلعت من الخلية المصابة علشان تعدي خلايا أخرى طبعا يستمر الفيروس في النمو والتكاثر والهجوم على الخلايا إلي الجهاز المناعي يتعرف على الفيروس أو يعرف بوجود فيروس ثم يهاجمه ويتغلب عليه أو لا قدر الله ممكن ما يتغلب عليه الجهاز المناعي السؤال المهم هو كيف يصل الفيروس إلى خلايا الجهاز التنفسي يصل فيروس كورونا الجديد أو يصيب خلايا الجهاز التنفسي عن طريق التعرض لشخص مصاب بالفيروس أو شخص حامل للفيروس أو من الحيوانات لما نتكلم عن الشخص الحامل للفيروس هو شخص عند الفيروس بينما لم تطلع عليه أي عراض زكام ويعتبر في فترة الحضانة فترة الحضانة للفيروس كورونا الجديد تقريبا من يومين إلى 14 يوم فبالتالي مهم جدا أي شخص يسافر لأي مناطق اكتشف فيها فيروس كورونا ويرجع من السفر إذا جاء عنده أي عراض زكام خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين لابد أن يبلغ طبيبه أنه تسافر لمناطق اكتشف فيها حالات الفيروس كورونا الجديد شكرا جزيلا لكم